السلام عليكم يا شباب ازايكم? عامليني واهلا بيكم في حلقة جديدة من محاكي اليوتيوب انا عايزك بقى تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتنزل حال انتهى. طبعا بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نواصل الفيديو ده جدعان لأكبر عدد من اللايكات. ويا ريت تشترك في القناة لو انت مش مشترك. وتأكد ان انت فعلت زرور الجرس. ويلا بينا. طبعا جدعان ورجعنا تاني للستوب بتاعنا ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كالعادة محتاج اكل ومحتاج اخش الحمام. يعني انا كل دقيقتين بجوع وكل دقيقتين لازم اخش الحمام. طيب اول حاجة هنبتدي بها يومنا هنخش الحمام. بعد كده عايزين نطلب شوية اكل. شغالي بعد ازناك كده الكمبيوتر. انا محتاجي النهاردة حاجتين مهمين جدا. يا اما اشتري بنيو عشان اخش استحمى. الظهر كده ان موضوع الخوار ده بيجيب فلوس. يا اما اشتري تلاجة عشان حافظ على الاكل. طبعا انت قلتولي ان الاكل لما بتسيبه برا بيخرج. خلونا بس نستنى الكمبيوتر بتاعنا اللي بيشتغل ده الكحيان ده. ايوا اخيرا اشتغل اهوت مع اني زودت له راما المرة اللي فاتت. وبرضو مش كويس يعني. خلونا نروح على برنامج الاكل. مش هنطلب كتير بقى. يعني انا مش عايزة اسيب اكل برا. يعني انا ممكن اطلب لي حاجتين بساط كده. خلونا نشتري مسلا كباية شاي. دي حاجة اساسية طبعا في بداية يومي. وعايزين نطلب حاجة مختلفة المرادي. عايزين نشتري تونة. ده اكل اطاط. انا فكرتها تونة والله. طيب نشتري ايه علبة صالصة مسلا. افطر صالصة. اه في تونة هنا هي. بتمانية دولار خلونا نشتريها. وعايزين نشتري دوناتس. عشان نحل بيها. ممكن نشتري التلاتة دوناتس من دي. ندفع الحاجة ديها تسبعتاشر دولار. دلوقتي بقى خلونا نروح لزمزور ونشوف تمن البنيو ونشوف تمن التلاجة. المرة اللي فاتت احنا اشتراكنا في بوكت نت. يعني الى حد ما قويسة اتوقع ان الاكل وصل. يلا معلم بسط. الاكل وصل اهو. ايه ده? صحتي? رجعت تاني اتنين وستين على فكرة. بعد ما نزلت المرة اللي فاتت. طيب خلونا نفتح الباب. وبعد كده آآ ناكل عيلبة التونة دي. هتاكلها بالصفيحة يا معلم. هو مش همه اي حاجة. ناكل كمان الدوناتس. اتوقع كفاية. ايه ده? حاجة غريبة جدا. انا باكل من هنا. عايز اخش الحمام من هنا. يعني الاكلة هضم امتى طيب. بيقول لي لازم تاخد شور ضروري دلوقتي. طيب بيخلونا نشوف البنيو ده. بكم اللي احنا نستحمى فيه. فين بقى البنيو? اللي هو ده. طيب بكم بقى? ربعمية خمسمية خمسمية وخمسين سبعمية. بالاسعار عالية جدا. انا كنت متوقع مسلا هيبقى في حدود مية وخمسين مية. على فكرة ان انا وضافات حق البنيو دلوقتي مش هيبقى معايا فلوس. انا كل اللي حلتي خمسمية وخمسين دولار. هجيب بنيو ازاي? طيب احنا كده مضطرين ان احنا نروح نشتغل النهاردة. عشان نعرف نجيب فلوس واللم فلوس. طيب والتلاجة عاملة كم? خلونا كده نشوف سعرها بالمرة. عشان نجمع فلوس للكلام ده. تلاجة عاملة امتين دولار. مش عارف اشتريها ولا لا? احنا معنا خمسمية وخمسين دولار. طيب نسيب بقى موضوع الشارع ده دلوقتي لغاية لما نحاول نجمع فلوس. دلوقتي بقى عشان نشتغل في المدينة محتاجين نروح على برنامج عندنا هنا في الكمبيوتر نطلب التوظيف. بس في مشكلة معايا دلوقتي يا جدعان. العربية بتاعتي البنزين بتاعها خلص. هحط بنزين ازاي? طيب خلونا كده بس ندور على البرنامج بتاع الشغل او بتاع الوظيف. اتوقع ده. هنا اقدر اقجر مدير للبس. مش من المكان ده على فكرة. طيب اه خلونا كده هندور تاني في البرامج الكتير اللي عندنا دي. اه جوب كينج. اتوقع ده. هو البرنامج ده فعلا. اقدر اشتغل عامل بتزا بتلاتة وتلاتين دولار والشغل بيبتدي من الساعة تمنتاشر للساعة واحد وعشرين. والطاقة بتاعتي بتنزل سبعة وعشرين. واقدر كمان اشتغل كشير بواحد وتلاتين دولار. ايه الاسعار دي? لأ ده الشغل بصراحة اوليل جدة. احنا كده مش عارف نجمع فلوس بسهولة ابدا. واقدر اشتغل كمان سواء اوبر بتسعة واربعين دولار وبتنقص من تقتي تمنتاشر. وباشتغل من الساعة سبعتاشر للساعة تسعتاشر. وللاسف الساعة دلوقتي دخلت في سبعتاشر. فانا كمان مش هلحة اشتغل الوظيفة دي. فخلونا بقى دلوقتي في البداية كده نفتح بس سواني كده يا جدعان. انا عايز اتطمن على الفيديو اللي احنا رفعناه على اليوتيوب المرة اللي فاتت. جاب لنا ارباح قد ايه? ايه ده? اتنين وتلاتة من عشرة دولار. كويسين كويسين. طيب اقدر اسحابهم دلوقتي. طيب احنا محتاجين نطلع بس دلوقتي. الاول بس خلونا نتطمن على صحتنا. صحتنا كويسة. بس الاول خلونا نخش الحمام. مش بقول لكم مش بيبطل الحمام ابدا. ايه يا ابني? انا مش ملاحق والله. طيب خلونا كده نخش على الكمبيوتر تاني ونطلع في البداية كده بس مباشر. يمكن يجيب لنا فلوس ان شاء الله يعني. هنفتح وبعد كده هنكتب الرقم بتاعنا اللي هو اربعة وتمانين تسعة وتلاتين. المفروض ان نطاقة بتظهر هنا في الاو بي اس. خمسة وتسعين في المية. المقترح سبعمية. مش عارف ليه. مع ان احنا المرة اللي فاتت كنا كاتبين الف وتلتمية. دي حاجة غريبة جدا. هي شركة النت تقليلت السرعة ولا ايه? طيب خلونا كده نحط مسلا سبعمية زي ما هو بيقول لي. والمفروض ان احنا هنختار اللعبة بتاعت المرة اللي فاتت. ونبتدي بتاعنا المفروض هنسجل كمان عشان نرفع الفيديو على اليوتيوب تاني. عشان يجيب لنا اربعة. طيب خلونا كده نبتدي بتاعنا بس الاول خلونا نسمي طيب نسمي عايز كده سمينا بتاعنا خلونا بقى نروح على الاو بي اس ببتدي على طول عشان تاقطي بدأت تنزل شوية. انت قلتولي برضو المرة اللي فاتت ان تاقطك لما بتنزل الستريم بيقفل لوحده يعني. الهاكر ده بيجي في اوقات مش مناسبة خالص. هو انت عايز مني ايه يا معلق? ان سي بي ام. ان سي بي ام. لا مش هتحكرني والله. مش هتعرف لا 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 مش هتعرف ابدا. المفروض ان احنا هنكتب هنا الف وتلتمية. مش عارف اه تغيرت ليه هنا بقت سبعة الاف. طيب بسم الله رحمة رحيم هنبدأ بتاعنا. اهلا بكم يا شباب في جديد. النهاردة ان شاء الله هنكمل لعبتنا بتاعة المرة اللي فاتت لو انتو فاكرينها يعني. اتوقع ان اللابة دي عجبتكم. واحد بيقول لنا بدور على المفضل بتاعي. لا مش هتلاقيه هنا لا 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 لا. واحد بيقول لنا هشترك في قناتك بفيزا مسروقة. الناس بدأت تكترهيت يا جدعان والله العظيم. وحتى اللعبة كمان بتكمل. بقى عندنا اتنين وعشرين دلوقتي. والمفروض ان فيه تلاتة وعشرين بيتفرجوا عليها. واتوقع ان احنا لسه عندنا ست مشتركين بس. طيب خلونا بقى نكمل العباب بتاعتنا الجميلة. انا مش عارف ازا كنت عارف عدي دي ولا لا. المرحلة دي صعبة جدا. المفروض ان احنا بنجمع الكوينز دي. لا دي صعبة جدا والله العزيم. انا كنت مفكر ان اللابة سهلة. بس ان شاء الله عديها. شجعوني بس اهم حاجة. جمعنا تلاتة من اصل تمانية. فاضل معانا خمسة. تفتكر يا شباب هقدر اجمع الكوينز دي. جمعتها. فاضل واحدة هنا. ايوة خدنا دي كمان. فاضل اتنين بس. يا ابني مش وقتك يا ابني. مش وقتك اموت. موت. طيب وصلنا تلاتين متابع. شد حلقة يا شباب عايزين نوصل ميت متابع في اسرع وقت. ايوة عدنا دي. وهاتل اللي تحت دي كمان. فاضل اتنين بس. سواني بقى كده. ايوة خدنا واحدة. فاضل واحدة الستريم اتقفت. طيب اتوقع كفاية هسواني كده اقدر اخد دي ات اصلا. مفروض ان انا هطلع كده. ايوة. المفروض هروح للمربع اللي هناك ده. ايوة. عدتها والله العظيم. يا ريت الشباب اللي كانوا في الستريم شافوا اللقطة دي والله. طيب خلصنا اللابة بتاعتنا. خلونا دلوقتي نروح بقى نرفع الفيديو اللي احنا سجلناه على اليوتيوب عشان يجيب لنا ارباح تانية ان شاء الله يعني. طيب الفيديو القديم ما عادش بيجيب فلوس. يعني لازم نرفع الفيديو الجديد. طيب نقدر نرفعه دلوقتي. ماشي اللي هو عايز دولارات ده. طبعا بياخد وقت شوية عشان نت عندنا بطيق يعني. على فكرة احنا ممكن نسيب الكمبيوتر دلوقتي ونروح لنام. لان طاقتي نزلت خالص. سواني الاول عايزين ناكل اي حاجة. كويس. الاكل لسه سليم على فكرة. ونشرب كمان كوبات شاي. طاقتي عيلة ايه? والاكل عيلة كمان. بس لازم نروح لنام برضو. مع اننا بقلق من موضوع النوم ده. لانه بيقوم جعان وعطشان تاني. طيب طاقتي دلوقتي مية في المية ومحتاجة اخش الحمام. ودلوقتي خلونا بقى نشوف الفيديو اللي احنا بنرفعه. الحمد لله الكمبيوتر بتاعي شغال. خلونا بقى دلوقتي ننشر الفيديو على اليوتيوب. المفروض دلوقتي ان احنا بقى عندنا فيديوهين. على فكرة الفيديو القديم بيجيب فلوس اهو. بس لازم يعدي يوم يعني. طيب خلونا نستلم الاتنين دولار دولة. شوية صغرين اوي. وهي بعد كده نروح لبرنامج التوظيف. نشوف لنا وظيفة حلوة كده نشتغل فيها. اتوقع ان انا اشتغل سواء او مسلا اللي بيقدم الطلبات في المطعم يعني. بتمانية واربعين دولار ومن الساعة ستاشر للساعة ساعتاشر. خلونا نستلم الوظيفة دي. المفروض دلوقتي ان احنا بقى نطلع من الكمبيوتر بتاعنا. ونحدد مكان الوظيفة دي. طيب خلونا نشوف الوظيفة دي موجودة فين? ايوة. اللي هي الويتر. تمام? على بعد كان بقى? الف سبعة واربعين متر. يا نهاري الزرق. دي مسافة طويلة جدا على فكرة. طب كده في مشكلة العربية بتاعتي. واقفة هنا من المرة اللي فاتت. وما فيش فيها بنزين. طب احنا نحط بنزين ازاي اصلا في العربية? العربية اشتغلت والله العزيزي. ايه ده مين اللي حطيلي اه بنزين في العربية. طب العربية شغلة اهيه? العربية بتاعتي اتحشرت يا جدعان. مش عارفة طلعها من هنا. طب اعمل ايه? اخدها كعابي لغاية المدينة بقى ولا اعمل ايه? بشكل كده هروح كعابي لغاية المدينة. وانا بصراحة مش عارفة احط بنزين في العربية ازاي يعني. مفروض ان احنا بنروح للبنزينة عشان نحط بنزين. فدلوقتي اعمل ايه? الله اعلم. طيب للاسف بقى اخدها ماشي لغاية المدينة عشان اروح اشتغل هناك. بقول انت لازم تاكل حاجة. انت تاني? هو في ايه الحكاية دي بقى? ده احنا ضايعين خالص والله العزيز. كل شوية نجوع وكل شوية نقعتش. في رسالة جاتلي على فكرة. سألوني كده? نفتح الرسائل. ده عندي فواتير. انا هجيب فلوس منين لكل الكلام ده. في حاجة انا شفتها هنا. تمام يا الرسالة بتاعت الشغل موجودة عندي في الموبايل. المفروض ان الشغلة هيبدأ من الساعة ستتاشر. بيقول لي لازم تحضر في الوقت ده. الساعة دلوقتي تلاتاشر. تفتكروا هنلحق اجدعاني. دي المدينة بعيدة جدا والله العظيم فضل تمنمية متر. حسبها تخبطني يا معلم انا مش ناقص والله العظيم ده انا حالت صعبة جدا والله. ما تخدني معك يا ريس. يا ريس بعد ازنى اخدني معك طيق. فضل قد ستمية متر. يا رب نوصل بسرعة. طيب واخيرا وصلت للمدينة. ما فيش حد بقى يشبك لا اطلع فق الصور ده. بدل ملف لفة كبيرة. ما توقع ان انا اقدر اخش من هنا. يا رب اكون وصلت في المعادل مناسب. واخيرا وصلت الحمد لله جدعان. كل مماجي هنا المدينة لقى حادثة هنا. ده عبيد ده باين والله العظيم. طيب يا الساعة كام? هزين نرحق شغلنا. طيب خلونا نبتدي. الشغل بتاعنا. الحمد لله بدأت الشغل. ايه ده? هو فين الشغل يا باشا? وانا كده اشتغلت ولا ايه? وانا اشتغلت في اليافطة دي? لانا كنت مفكرة نعود جوا المطعم بقى واقدم طلبات للزبان والكلام ده. طب نقدر نبتدي شغل تاني? هنا بيقول لي بقى تعالى تاني. طيب انا استلمت فلوس من الناس دي ولا لا? ولا ضحكوا علي ولا انا اشتغلت ولا ما اشتغلتش ولا ايه بالزبط. خلونا كده نشوف الفلوس اللي معنا? اتوقع ان انا نزلي فلوس على فكرة. انا بقى معي سبعمائة تمانية وعشرين دولار. انا استلمت قد ايه طيب من الشغل ده? طيب ما اقدرش اشتغل تاني بعد اذنك? ونبيش يغلوني تاني بعد اذنكم. عايز اشتغل تاني والله العظيم. ده نحلت صعبة جدا. اتوقع ان انا لازم ارجع تاني للكمبيوتر بتاعي واطلب شغل من هناك تاني يعني. طيب ما اقدرش اطلب شغل من الموبايل. صاني كده نشوف. بدل مرجع الكمبيوتر تاني بما اني موجود هنا في المدينة. انا مش عارف الناس ماشي عاملة كده ليه في المدينة هنا. في ايه سيبين الطريق وماشيين على الرصيف. بصوا العربات غبية جدا والله. بصوا الاوتوبيز ده هيعمل حادثة دلوقتي. في الراجل اللي قدامه ده. اه. وانت لسه هايف هنا. يا باش اتو شاكت اتحرك ليه طيب. انا كنت بس دقق العربات المرة اللي فاتت. مش عارف ليه المرة دي. ما بدرش احرك العربيات. انا بحاول اساعد بس مش اكتر يعني. طيب خلونا كده نفتح الموبايل بتاعنا ونشوف ازا كنا نقدر نطلب شغل من هنا للا. طيب عندنا الاعدادات دي بتاعت الصوت. تمام? وعندنا دي. يعني انا عشان قاعدل العربية بتاعتي بأجر ناس بخمسة دولار يجوا يعدلوا للعربية. لو اتحشرت يعني. طيب واقدر احط بنزين من هنا بتسعة وتمانين دولار. لأ انا ابعد بقى من المنطقة ديات عشان انا اتماعي ستضعت بسببك والله. حتى انت كمان يعني انت بشر المفروض تساعدني عشان ارجع للقرية بتاعت تاني يعني. تيجي تغبطني. وينفع الكلام ده? طيب خلونا كده نبعد عنهم لان فيه ازمة عندهم هنا في المكان. مش عارفين يحلوها. طيب خلونا كده نفتح الموبايل بتاعنا تاني ونستكشف الحاجات اللي موجودة فيه. اقدر هنا احط بنزين واقدر ارجع العربية بتاعتي للبيت. واحده خمسين دولار. كل ذا من الموبايل. طيب وفيه حاجة هنا. تمام اوبر بيوصلني للبيوت بتاعتي. بس ما بيوصلنيش لاي مكان تاني. طيب انا ممكن ارجع للبيت بتاعي بس بخمسين دولار كتير قوي. وانا كسبت كام عشان ادفع خمسين دولار? واخد تاكسي يعني. لا كتير بصراحة يعني. طيب احنا عرفنا دلوقتي ان انا اقدر احط بنزين في العربية عن طريق الموبايل بتاعي. كويس. دي معلومة كويسة. طيب حدد لي بقى بعد ازنك البيت بتاعي هو اتوقع متحدد اصلا. اللي هو البيت رقم واحد. وخلونا دلوقتي نروح بقى هناك ونرجع لبيت بتاعنا. لان انا جعان وعطشان وتعبان وعايز انام وعايز اكل. عايز حاجات كتير جدا اعملها. طيب واخيرا الحمد لله وصلت. والله انا بفكر اباخد قعدة حمام معي احتياطي يعني. بدلا ما انا حسس ان انا هعملها على نفسي وانا ماشي. طيب وصلت للبيت خلونا اول حاجة نعملها نخش الحمام عشان اعرف انام بس كويس يعني. مفروض ان هنا بيقول لي ان انت خدت دوش. طب ازاي يعني? سماني كده نحاول مع الراجل ده تاني. اكيد صاحي دلوقتي ان شاء الله يعني. ده في عربية واقف عنده. تشتريت عربية جديدة امعلم ولا ايه? طيب خد يا باشا كده الحاجة اللي معي بيقول لي لا الروح يستحمى وتعليلي. انا مش عارف ايه علاقة الحمى بالحاجات اللي انا بباحة يعني. وفي ايه? وانا رحتي وحشة اصلا. ايه مش شايف المكان اللي انت عايد فيه? المكان كله اصلا معفن والله. طيب انت قلتولي المرة اللي فاتت ان الراجل ده اصلا بيبيع ادوية. بكم? يا نهارة زرق بمتين دولار? يا خرابي ده كتير قوي. ليه كده معلق? ده هتلاقى ادوية مضروبة اصلا. بالمنظر اللي انت عايد فيه ده. ايوة اي حاجة قديمة للبيعة. طيب ما تاخد بقى الحاجة اللي معايا طيب. والظهر كده مش هيرضى عني خالص الراجل ده. طيب خلونا دلوقتي نروح ننام. نخش على البيت. وبعد كده نروح للسرير المعفن بتاعي. انام دلوقتي انا حالتي صعبة ايه يا جدعان والله العزيق. روحت ماشي عشان اشتغل. ورجعت ماشي. يعني الموضوع صعب اوي في البداية الصراحة يعني. طيب نمت وصحيت الحمد لله. خلونا دلوقتي بقى نشوف قصة العربية اللي وقفة برة دي. عشان عايز اتوظف تاني النهاردة. وعايز اشتغل شغلنا تانية. طيب هي كده العربية المفروض ما فيهاش بنزين خالص يعني. اقدر احط بنزين في العربية عن طريق الموبايل. خلونا كده نحاول. طيب العربية للأسف بطلت وبيقول لي هنا اطلع من العربية الاول عشان تقدر تحط بنزين. بس انا هصرف الموضوع ده حوالي تسعة وتمانين دولار باين ولا خمسة وتمانين دولار. طيب خلونا بقى نطلع من العربية بتاعتنا. وبعد كده نفتح الموبايل ونحاول نحط بنزين. ماشي هنحط بنزين بتسعة وتمانين دولار. يعني اللي اشتغلت به هحطه في البنزين. طيب حطينا بنزين بقى معي كام اهم حاجة ستمائة وتلاتين دولار. لسه برضو معناش فلوس قد كده. طيب المفروض ان انا جعان بدل ما نطلب اكل بقى. احنا ممكن نروح للراجل بتاع الايس كريم ده. بعد ازنا كباشا كده هاتلي ايس كريم. هاتلي تاني طيب. انا بحب الايس كريم يا وهو فيه انت مش عايز تباع لي تاني ليه? طب ليه معلم او انا بتفعلكش فلوس طيب ولا حاجة? هو فيه ايه? انت مش راضي عني انت كامل ليه? يمكن عشان انا غريب بقى في المنطقة وجديد في المنطقة يعني. طيب دلوقتي خلونا بقى نجرب العربية بتاعتنا اكيد ان شاء الله. هتشتغل ونمشي بها بازن الله. العربية بزت ولا ايه? فيها بنزين دلوقت اوه. اوه العربية اتحشرت. يمكن ما كانتش عايز اتحرك عشان كده. طيب هنطلب حد برضو يجي اشلنوا العربية من هنا. يسلك هالي من المكان ده. نطلب الناس اللي بتيجي تشيل العربية وتعدلها. بخمسة دولار. لما يعيدوا العربية قدلتها فيه? قدلتها فين? سرقتوها ولا ايه? العربية تسرقت. وانتوا كده عدلتوها? يا جدعان يا فلوسي حرام ولا ايه فيه. اهو فين ده لقدلتوا العربية. يا خرابي. طيب وبعدين يا جدعان. امشي ازاي بالعربية دي? شغل يا باشا العربية شغل شغل. وما قال لهم في المنطقة هنا ان ما حدش يخدمني خالص ولا ايه? ده الحكاية جدعان اللي بدفع فلوس والله العظيم. هنحاول نعدلها تاني. هندفع خمسة دولار مفيش مشكلة. كده العربية بتاعتي مش تفضل كده يعني. يا رب بتعدلها كويس. بقى اخيرا عادلها كويس. اخيرا الحمد لله. صرفت فلوس كتير اوي والله العظيم. طيب خلونا دلوقتي نخش نستلم شغلانة جديدة. طيب الاول بس نروح للكمبيوتر بتاعنا وبعد كده نشوف شغلانة تكون كويسة. ونطلع بالعربية على طول على المدينة. بصوا احنا النهاردة هنشتغل عامل بيتزا او عامل توصيل بيتزا. باربعة واربعين دولار. نستلم الشغلانة دي. كده خلاص اتلمت الشغلانة. طيب الفواتير اللي عندي دي قد ايه طيب. عشان ادفعها. بيقول لي عندك فواتير عندك فواتير عندك فواتير عندك فواتير. يا نهار الزرق. ده تلت رسائل ده هيجي وقبضوا علي والله. بالسبب الفواتير اللي لم تدفعتها دي. طيب الاول بس خلونا كده نروح بالعربية بتاعتنا نستلم الشغل. طبعا احنا اكتشفنا دلوقتي ان العربية ما ينفعش تتخبط ولا ينفع يحصل لها اي حاجة. لاني بقى ادفع فلوس قد كده. نشيل الفرامل وبعد كده نطلع بقى واحدة واحدة من هنا. عشان ما نتخبطش ولا نعلق العربية في اي مكان. الاول لازم نروح نحط بنزين. يبقى كده العربية ما كانتش محتاجة بنزين بقى. العربية كان فيها مشكلة. ان هي اتخبطت في طوبة. بعد ازنا كباشا عايزة احط الشباب بنزين. ننزل بقى من هنا من العربية. لو قفل العربية كويس تمام? هنحط مثلا آآ بنزين بستين دولار. كتير او يا الله العظيم كتير. طيب. حطينا بنزين. يا ربا بس العداد يكون اتملأ. آآ اتملأ شوية. تفتكروا العربية دي هترجعنا تاني هنا. يعني هنقدر نروسى بالمدينة ونرجع تاني. ان شاء الله يعني. اتمنى كده يعني. بصة هتطلق هنا حط الطوبة في المكان ده عشان تغبط بالعربية. بسم الله الرحمن الرحيم تمكننا على الله خلونا نتنقل على المدينة اللي هناك. ونشوف الشغلانة الجديدة. ايه ده سواني كده. في عربية واقفة هنا. العربية ماشي هنا عمالها تخبط. انا مليش دعم. مليش دعم. خلينا انا في نفسي. انا ذات نفسي ماشي عمالها خبط. وحالتي تعبانة يعني. طيب يا رب بس نوصل بسرعة ان شاء الله. آآ فاضل قدي سبعمائة متر ستمائة متر. المدينة مش بعيدة. انا ممكن اختصر. عشان العربية ما تكلش بنزين كتير. مع ان المفروض ده مش مزبوطة على الطريق عشان العربية ما توقفش في اي مكان يعني. طيب آآ وصلنا الحمد لله للمدينة. هنسيب بقى العربية برة هنا. اوه. ايوة الحمد لله الحمد لله. لسه الازمة بتاعت المرور موجودة هنا في المدينة برضو. ايوة. وقفة العربية دي هنا. اتخبطت خبطة بسيطة بس مش مهمة يعني. ان شاء الله مش هتحتاج سيونة. طيب خلونا دلوقتي نروح نشوف الشغلانة بتاعتنا الجديدة. قادر عدي من هنا. طيب عدوني طيب. ايوة الشغلانة بتاعتنا ستين متر بالزبط وان شاء الله هنوصل. ايوة هي دي الشغلانة الجديدة. خلونا كده نستلمها بسرعة. بيقول لي انت ما بتشتغلش هنا. سواني كده امال فينش شغلانة التانية. يا باش انا حددت شغلانة والله. واحنا المفروض هنشتغل يا جدعان. سوان انا نسيت احدد على الخريطة الشغلانة بتاعتنا. الوقت هيروح. الوقت هيروح جيت على الفوضي. فتح للماب بسرعة. فتح للماب. او عامل يا جدعان. مية وستين متر. تفتكروا هنلحق? يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله هلحق بازن الله. وصلت الحمد لله للشغل. خلونا كده نشوف نقدر نشتغل الحمد لله لحت الشغل. مش اخد برضو الفيزبة دي هتحرك بيها كده. وعمل حركات وهووصل والكلام ده. طيب هو ده الشغل يا جدعان اللي انا بشتغله هنا في المدينة يعني. طيب المفروض دلوقتي ان انا استلمت شوية فلوس. بس كان بقى انا كنت عايز اعرف انا معي كامل اول. بقى معي سبعمائة وعبعة وتلاتين دولار. خلونا دلوقتي ناخد بقى العربية بتاعتنا. العربية راحت فين بقى? يا رب اعرف اوصلها ان شاء الله. يا رب. والله اتمنى يكون عندي بيت هنا. انت قلتولي في الكومنتات ان انت كده كده هيكون ليك بيت هنا في المدينة ان شاء الله يعني. بس طبعا على الحالة اللي انا فيها دي. ولا عمري هعرف اشتري بيت هنا في المدينة دي. طيب بقى العربية بتاعتنا موجودة هنا. خلونا نركب بقى العربية ونرجع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل باشا العربية. بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. الليل دخل علينا بسرعة جدا على فكرة. ما عملتش فلوس كتير للأسف. طيب بالمفروض هنمشي من هنا حسب يا معلم. حسب يا باشا. حسب يا باشا. يا باشا. وفي يا معلم. وانت مش شايفني معدي ولا ايه? وانت عشان راكب بقى هتدوس على خلق الله. طيب خلونا نروح للبيت المفروض ان البيت من الاتجاه ده. طبعا لازم نختصر عشان البنزين بتاعنا. لقد انا خدت مسافة كبيرة والله يا ريتني كنت مشيت عالطريقة عيدة. احسن لي. خدت مسافة كبيرة واستهلقت بنزين كتير. بس الشغل ده مش جايب همه على فكرة يا جدعان والله العظيم. ازاي يعني انا اشتريت بنزين بستين دولار. وعلى فكرة كمان البنزين اللي معي خلص. العربية خبطت تاني. عدين يا بش عديني. انا ممكن نسيب العربية بتاعتي هنا عادي ما فيش مشكلة يعني. وقف العربية. وننزل بقى من العربية. وخلونا نروح للبيت بتاعنا. نقدر نبحس في الزبالة. اقدر تصدقوا. خلونا كده ندور في الزبالة. ممكن نلاقي حاجة. الحمد لله لقيتها من اول مرة. عشان صحيتي بتروح بسبب الموضوع ده. طيب ناخد الانبوبة اللي احنا لقناها دي. دقعد نجمع شوية حاجات يمكن. نعرف بعد كده نجيب الدوش عشان نستحمى. طيب كان في اتوقع سلة زبالة هنا برضو. ايوة موجودة هنا هيت. خلونا ندور فيها. ايوة تمام لقناها. وبتنزل كتير او من الهلس بتاعي. وانا عرفت دلوقتي ليه الراجل اللي هيشتري الخردة مني عنده الدوة. يعني الراجل عنده الدوة. وسايبني كده والله العزيب. ولأ وفي الاخر كمان مش عايز يشتري مني. لازم استحمى. طيب هاتليها باشا بعد ازنا كايس كريم كده. وخلونا دلوقتي نخش النام. لان الهلس بتاعي نزل جامد. طيب للأسف الهلس بتاعي نزل لستة وتلاتين. بس تقتي مية في المية. خلونا كده برضو نخش الحمام. فعلو بقى نطلع كمان اخر بس مباشر. بس المرة دي هنشتري اللعبة جديدة بما اني معايا فلوس يعني. يمكن اللعبة الجديدة دي تعجب الناس ولا حاجة فيبعتولي دعم. طيب خلونا نشتري مثلا كونتر استرايك بتسع وسبعين دولار. اتوقع هتعجب الناس ان شاء الله يعني. خلونا كده نشتريها. طبعا هتوقع تحمل كتير جدا. اربعة وعشرين جيجا. واحنا واخدين من مساحة الهارد اتنشر جيجا. يعني اتوقع نقدر نسطبها يعني. خلونا كده نزلها على الهارد بتاعنا. تمام? طبعا هتاخد وقت كبير جدا. هروح اللي بقى دلوقتي افضل مستني اللعبة دي. طب ممكن نخش الحمام تاني. مش بقول لكم ما بيبطلش حمام. ولا اكل ولا شرب. وبقول لي ان انت محتاج تاكل. ما فيش بقى قدام غيرك والله العظيم. يا رب تحن علي وتديني ايس كريم كتير. قال لي لأ ما ينفعش. اشتريت منه واحدة بس. بعشرة دولار. مقدرش اشتري منه تاني. واتوقع ان انا ليا واحدة بس كل يوم يعني. طب انا قسطة انا جاي انفعك والله العظيم. حد يرفض النعمة. يعني انا جاي بقول لك انا عايز اشتري. ثم اقل لي لأ مش هينفع. هو هينفع الكلام ده. طيب خلونا ندور في السلة دي. يمكن نلاقي حاجة من اول مرة ان شاء الله. بقى سواني بقى عشان الهلس بتاعي بينزل جامد. تفتكرونا نلاقيها? لقناها. طيب اخدها. طاقة نزلت شوية. بسبب القرف اللي انا بدور فيه ده. طب انت اسطح اللي بتأجر الحمام هنا. مش بتفكر تجيب باني وتأجره لي طيب بلاها عليك عشان خطري. هو هنا مفيش اللي حمام بس. وبقى اتجره بعشرة دولار. طب ما فيش اي حاجة هنا استحمى فيها. مفيش اي حاجة جدعان. للأسف. جالي رسالة تانية بيقول لي فيه فواتير. ينهار ازرق على الفواتير. ثاني كده نشوف الفواتير. اكيد اتكومت عليها فواتير قد كده. اللي بقى الرابط تخلص كمان هي. طيب خلونا كده نشوف الفواتير. اتوقع ان الفواتير هتكون موجودة عندي برضا على الكمبيوتر. ده فيه ضرائب كمان. يعني انا هدفع كمان ضرائب. دي فاتورة نت بعشرة دولار. وعندي فاتورة كهرباء بواحد وتلاتين في اليوم. هي دي اشتراكات ولا فواتير? اتوقع مش دي الفواتير. بس مكتوب عليها بلزي يعني. يعني المفروض دي الفواتير. طيب خلونا كده نخش على دي. اللي هي الضرائب. ما نشوف كده فيها حاجة ولا لا. بيقول لي المفروض ان ان انت هتدفع اتنين دولار وستين سنت. انا بصراحة مش عارفة اجيب لكم فلوس منين لكل الكلام ده. طيب اللي بقى اتوقع ان نزلت صح? تمام? بقت موجودة عندنا هنا هي. تخلونا نطلع بس مباشر. يمكن نعرف نجيب فلوس ثواني كده نتطمن على الفيديوهات اللي احنا رفعناها على يوتيوب. انت بتعرف منين طيب? انت بتعرف منين ان انا ادخل لاستلم فلوس? يا عم بقى ما تخدنيش بقى يا عم بقى انت مش هتغلبني دي اي سي او. دي اي سي او. خلاص يا باشا مش تعرف تهكرني والله يا سداني. ما تحاولش بقى تاني بقى كفاية بقى. طيب الفيديوهات بتاعتنا عملت سبعة دولار وتلاتين سنت. نقدر نسحبهم دلوقتي. تمام برضو مش المبلغ اللي هو بصراحة يعني. طيب خلونا نطلع بس بقى مباشر بلعبتنا الجديدة المفروض ان اتقى عندي تسعة وتمانين في المية. ماشي وقدر سيف عشان نرفع فيديو جديد بقى عن اللعبة اللي احنا هنلعبها دلوقتي دي. هنسيب عنوان الفيديو زي ما هو عايز الدولارات. تمام? والمفروض ان احنا نحط الف وتلتمية. وهنختار الالعاب. وبسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بتاعنا. اهلا بيكو يا شباب. ايه ده? والله العظيم ما شاء الله فرحتوني والله جدا. عندنا تمنتاشر واحد في البس. شدة يا شباب شدة. عايزين نعلى اكتر من كده. النهاردة انا جايب لكم لعبة جديدة خطيرة والله العظيم ان شاء الله تعجبكم. يعني الجماعة اللي عملين بيقولولي انت عندك دروب دروب دروب. يا بشة بعتلي دعم. بعتلي فلوس. بعتلي فلوس عشان اجدد الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعي زي ما انتم شايفين تعباني يعني. وحالته تعبانة يعني. سواني حد بعتلي دعم والله العظيم. طب بعرف من ايه? في حد بعتلي دعم والله انت سمعتني? كترخيرك والله. بس فين مش عارف? اهي الرسالة بتيجي فوق هنا نهيت في الكمبيوتر. طيب اقدر اكتبلهم كمان في الشات والله. عايز فلوس. سواني كده. قبل ان ما نبدأ اللعبة بتاعتنا. عايز فلوس. ابو ريال. واحد بيقول لي هنا انت ما بتتكلمش كويس. انا اعتقد ان انت تشيل الكمبيوتر بتاعك ترميه في الزبالة. والله العظيم. نبدأ بقى اللعبة بتاعتنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تعجبكم جدا. المفروض ان احنا عندنا سبعة وتلاتين واحد بيتفرج على البس المباشر. طيب عايزين نبتدي اللعبة دي. المفروض ان احنا هنبدأ ساعدونا يا شباب عشان نطور نت بتاعنا ان شاء الله يعني. ونطور الجهاز بتاعنا بازن الله. المفروض ان احنا هنختار دلوقتي ان احنا نكون اعداء او اه ضد الاعداء. هتوقع ان انا هختار ضد الاعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش بقى يا شباب هو فيه شوية كده في الاول عشان الجهاز عندي تعبان شوية. الاف بي اس زي ما انتم شايفين اه تمانية تسعة اتناشر. ان شاء الله هنتطور بعدين يعني. طيب خلونا كده ندور على الاعداء. ايه ده ايه ده? ده تبعنا ولا علينا ده ولا ايه? سواني كده? قتلني. وقتلته. سواني كده? انا قتلته ولا قتلني? معلش بقى انا مدت من الاول عشان عندي لاج رهيب بصراحة يعني. فان شاء الله هنحاول نطور نفسنا يعني بازن الله. الاستريم اصلا خلص. للاسف عشان تقطي نزلت. طيب اطلع من الكمبيوتر وروح انام. باطلع استريم بقى بسرعة تاني. طيب صحتي رفعت تاني اهوت. انا مش محتاجة اكل سواني كده. ناخد ايس كريم من عند الراجل ده. نقول هلس بتاعي نزل جامد تسعة وعشرين. يا الله. طيب سواني. نفتح الكمبيوتر بتاعنا كده. ونطلع استريم على طول. الف وتلتمية. ونسجل بقى فيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. طيب يا شباب اهلا بكم مرة تانية. دلوقتي هنبدأ اللابة بتاعتنا ان شاء الله تعجبكم. طيب هنلعب اه ضد الاعباء. ماشي. اول راوند بازن الله. نقدر نكسبها. يلا شجعونا يا شباب عشان نكسب الراوند دي. بسم الله الرحمن الرحيم فين الاعداء. تم استخبين بقى دلوقتي. اكيد. في حد هنا طيب. انا خايف هموت بسبب اللاجل اللي انا فيه دلوقتي ده. فين الناس طيب اللي المفروض نقتلها. ده طبعنا اللي علينا ده. انت هتقتلني اللي اه يا اسطى. ومعملين اضربه في مين? والله اللي عزيم بجد. فين طيب الناس اللي هتموت? انا مش لقى حدا موته على فكرة. ومعملين اضربه من ايه? عبيتي يا اسطى. سواني كده. بدور على حد هنا. اكيد في حد وقف هنا. آآ ستاشر واحد بيتفرج عليه بس. طيب ليه? ليه كده يا شباب. شدوا شوية معي. اعملوا شر للبس طيق. عايزين نوصل مية متابعة في عارب واق. فين الناس اللي المفروض نقتلها? بصوا استخبوا دلوقتي. خايفين. خايفين يزهروا. يا ابني. يا ابني حرام عليك يا ابني. مش وقتك والله العزيم. انا اطلع بس مباشر طيب. دي ال ام سي. دي ال ام سي. ماشي. المفروض ان البس شغال? وانا اتحكرت. زي ما انتم شايفين حالتي صعبة جدا يا شباب والله. كل شوية عملا اتحكروا بتاع. طيب اه خلونا نمشي هنا كده. ايه ده خسرنا? طب ليه? ما انا مش لاقي حد والله العزيم. وما راح في ايه? انا شكل كده حتى الاصحاب والله. هو المسادس ده فيه كم طلقة اصلا? آآ حداشر طلقة. يا رب نلاقي حد بس نقتله. طب البس شغال. حد يقول لي البس شغالة ولا لقى جدعان بس شغالة اهو. طيب اه. فين الناس طيب اللي انا هقتلها. والله انا مش لاقي حد اقتله الصراحة. مش عارف. مش عارف هما فين? هما يعملين يكسبونا وخلاص. لا مش وقتك والله مش وقتك. مش وقتك. نعمر كده. قادر عمر. تمام? عمرنا. خلونا نخش من هنا كده. يا رب نلاقي حد. يا رب نلاقي حد. فين الناس? هما بيكسبوا ازاي والله? يا اللعبة بايزة. طيب. والمفروض ان البس اتقفل بسبب ان انا تعبان جدا. بس خلونا كده نشوف الناس اللي موجودة هنا. للمفروض هنقتلها. انا مش لاقي ولا حد لحد دلوقتي والله. ازاي يعني? حاجة غريبة جدا. ده اصحابي ماتوا. يعني اكيد في حد واقف هنا عمال يقتله. يمكن موجودين هنا. برضو. برضو خسرنا يا جدعان. انا مش لاقي اي حد على فكرة قتله. طيب والمفروض دلوقتي ان البس بتاعنا اصلا اتقفل بسبب ان انا تعبت جدا. خلونا بقى دلوقتي قبل ما اقفل نرفع الفيديو الجديد. مش عارف انه واحد والله. ممكن نرفع الاتنين مفيش مشكلة. عادي يعني. طيب رفعنا اول واحد ونرفع كمان التاني ده بالمرة. او كده كده هيجاولنا فلوس. دولار وعشرين سنة. والله ما يجيش حق مصاريف اكل وشرب. ده انا اجعان دلوقتي وعطشان وعايز اخش الحمام وتعبان وصحة رايحة ومحتاج دوة وحاجات كتير اوة عايز اعملها والله العزيق. شكل كده هروح اشتري دوة دلوقتي. بيقول لي لازم تنام. طيب خلونا كده ننم. عمل الفيديو حتى ترفع. صحتي راحت خالص يعني. واحنا معنا كم بقى دلوقتي? ام معنا كم? يا رب يكون معنا فلوس حلوة. ستمية تلاتة وتلاتين دولار. معناش فلوس كتير على فكرة. والمفروض ان انا جالي دعم. بس مش عارف وصل فيني يعني. طيب اتوقع ان الفيديو ترفع خلاص خلونا نشره على اليوتيوب وبالمرة نشوف الارباح مفيش اربعة. ثاني كده نم. طيب الطاقة بتاعتي علت. بس للأسف محتاج ادوية. طيب خلونا نروح نشتري دوة من عند الراجل اللي هناك ده. انا مضطر للأسف. لان انا بعد كده مش عارف انا ممكن اموت هنا. وادفن هنا في المنطقة دي. هتلى باشة دوة بعد ازنق. طيب رجعتلي الهيلز لستة وسبعين. طب جدعان دي كانت حلقة النهاردة. يارب تكون عجبتكم وستمتعتوا بيها. وان شاء الله هنحاول الحلقة الجاي نتطور اكتر واكتر. فاشوفكم على خير في حلقة جديدة بازن الله. سمع عليكم.